موبايل جديد من شركة شاومي بيقدم لنا مؤاصفات متوسطة وشبه متكاملة بسعر اسطوري فيديو النهاردة معانا مراجعة شاومي نوت 13 برو بس طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش دعمنا بلايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناة عشان يوصل لك جديد المراجعات والاخبار والتسريبات التقنية اولا طبعا هنبدأ مع خامات اللي بتكون كاملة من البلاستيك معادة الظهر اللي بيكون من الزجاج وبيكون معانا بوزن 187 جرام وبيدعم تركيب شرحتين اتصال من نوع 5G بالنسبة بقى للشاشة فبتكون من نوع AMOLED مع 68 مليار لون وتردد 120 هيرتز وتقنية Dolby Vision بالاضافة للسطوع بيوصل لغاية 1800 نتز مع حجم الشاشة 6.67 انش مع كسافة بيكسلات 446 بيكسل لكل انش ودقة شاشة 1220 في 2712 يعني حوالي 1.5 كي مع حماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus بخصوص الشاشة والخمات يعتبروا ممتازين جدا بعد كده بقى نتوجه للمعالج والاداء بالنسبة للمعالج فبيكون Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 بدق التصنيع 4 نانوميتر مع معالج رسومي Adreno 710 والمعالج ده هيقدم لك اداء اسطوري من حيث التصفح فهيقدم لك اداء ممتاز من حيث الالعاب هيقدم لك اداء متوسط ممتاز جدا من حيث اي حاجة هيقدم لك اداء محترم جدا والاسف هو بيدعم في لعبة بوب جي 60 فريم بس حاليا من وقت تسجيل الفيديو وطبعا ممكن ينزل تحته يخليه دعم التسعين فريم وده توقع مني انا شخصيا وطبعا كمان مع المعمارية القليلة الاربع نانوميتر اللي مش هتكون مستهلكة للطاقة فمن الآخر هتاخد تجربة اداء من الجهاز ده كويسة جدا بالنسبة بقى للنقطة اللي بعد كده وهي مسحة التخزين فانت هنا معك مساحة الـ 128 مع 8 جيجا بايت رام والـ 256 مع 8 أو 12 جيجا بايت رام والـ 512 مع 12 أو 16 جيجا بايت رام والجهاز ما بيدعمش تركيب زاكرة خارجية بالنسبة بقى للكاميرا الرئيسية فبتكون 200 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.7 وبتكون مع مثبت بصري OIS والكاميرا التانية بتكون 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع والكاميرا التالتة بتكون 2 ميجا بيكسل للماكرو وبيصار فيديوهات لحد الـ 4K مع 30 فريم والكاميرا السيلفي بتكون 16 ميجا بيكسل بتصار فيديوهات لحد 1080 بي مع 30 أو 60 فريم وده طبعا شيء كويس جدا وممتاز وهيقدم لك طبعا تجربة تصوير كويسة جدا النقطة اللي بعد كده بقى اللي بتكون جبرة جدا وهي الصوتيات لان انت هنا معاك صوت استيريو وكمان معاك مدخل 3.5 ميلي لتركيب السماعات الخارجية وايوة زي ما انت سمعت مدعوم في الجهاز ده والجهاز هنا بيجي مع بلوتوث 5.2 وبيكون داعم للـ NFC في نسخ ونسخ وطبعا بيجي مع الـ Infrared وما بيكونش دعم للراديو وبيجي مع مدخل شحن USB Type-C 2.0 وما بيكونش دعم للـ OTG والبصمة هنا بتكون في الشاشة من نوع الـ Optical وبيجي مع كل المستشعرات جيروسكوب وكمان Proximity Sensor وبطارية هنا بتكون بقدرة 5100 ميلي أمبير مع شحن سريع 67 واط بيشحن 100% في 44 دقيقة وده شيء ممتاز جدا لك بقى انت تتخيل كل الباكتش ده عامل كامل وكل اللي انت سمعته ده في حدود الـ 200 دولار أو 230 دولار وطبعا الجهاز ده حاليا لسه منزلش مصر فطبعا لما ينزل مصر عرفكم على سعره في جروب التليجرام بتاعنا حاسب لك الرابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق مسبت خش ونضم لجروب التليجرام علشان أول ما يتم الإعلان عن الجهاز حاسب لكم الأسعار هناك وبس كده مش محتاجين نعمل ملخص للجهاز لأنه هو ملخص نفسه الجهاز شبه متكامل وممتاز جدا ترجمة نانسي قنقر